ولكن عايزة أقول لحضراتكم اللي كان بيحصل في معسكر المنتخب خلال الثلاث يام اللي فاته حرب نفسية وكلامية وحياتية داخل الفندق بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني مش عايزة أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل مش عايزة أقول لحضراتكم إيه اللي كان بيحصل في فندق اللاعبين والمضايقات اللي كانوا بيشوفوها وكل شيء ويقول لك إبعاثوا للاتحاد الأفريقي طب يا سيدي ما احنا بنبعث للاتحاد الأفريقي ما احنا بنبعث للاتحاد الأفريقي وبعدين بعتنا للاتحاد الأفريقي وقلنا له المضايقات تخيل حضرتك إن اللاعبة كانت وصلت وصلت أن بعض اللاعبين بعض اللاعبين وحقول لحضراتكم بالأسامي بعض اللاعبين كانت بتغسل هدومها بنفسها كانت بتغسل هدومها بنفسها بعض اللاعب منتخبنا الوطني من اللاعبين الكبار جدا 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 كانوا بيغسلوا هدومهم بنفسهم من كتر الخوف ومن كتر الحاجات اللي بيشوفوها وهم ماشيين في أعين اللي كان بيحصل هناك طبعا الكاميرون بلد عظيم وكل حاجة ولكن أنا بتكلم عن الحرب النفسية اللي بتحصل مع اللاعبين لمجرد أن أنت تشوف بس واحد بيعملك كده مثلا طبعا ما حصلتش بس أنا بقول مثلا لو واحد بيعملك كده أنت كلعيب كرة بتقلق والله 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 كان يحدث مع لعبة منتخبنا الوطني حاجات كتيرة جدا جدا في فندق الإقامة وما بين فندق الإقامة وما بين ملعب التدريب والرجوع والذهاب والرجوع مش عايزة أقول لحضراتكم إيه اللي كان بيحصل ولكن أنا بقول لحضراتكم أنا بحتلم كل دول العالم كل الدول للعالم ولكن أنا بتكلم على أمور تنظيمية وحاجات فنية حاجات فنية يعني مش حاجات فنية أنا أقدر أقولها لحضراتكم لإني شفتها كتير في بلاد كتيرة جدا كنا بتسافرها سواء مع المنتخب أو مع الأندال اللي واحد لا يجب فيها. ولكن في النهاية دي حاجات تنظيمة. إحنا بنلعب كرة جماعة. إحنا بنلعب كرة قدم. بنلعب كرة قدم. النهاردة اللي شفنا ده. يعني لو كان الكاميرون أول ربع ساعة لو كان الكاميرون كسب. كلنا كنا حنسقف للكاميرون ومبروك. ولكن منتخبنا يستحق الفوز. منتخبنا يستحق الوصول للمباراة النهائية. منتخبنا حيفوز إن شاء الله بهذه البطولة. هتقول لي ليه؟ هقولك إن شاء الله إن شاء الله كل المؤشرات رايحة لمنتخبنا الوطني. إن شاء الله إن شاء الله فوزك على كو ديفوار فوزك على المغرب فوزك على الكاميرون. أقوى ثلاث منتخبات من أقوى ثلاث منتخبات موجودين. على الجانب الآخر السنغال لعبت منتخبات أقل. طبعا هي مستريحين. هم مستريحين أفضل من منتخب مصري بكتير المنتخب السنغالي. الشوت الثاني في المباراة أمام بوركينا الحقيقة كانوا أفضل كتير جدا. هو ده السنغال اللي إحنا عارفينه بس إن شاء الله أمام مصر مش هو ده اللي هيحصل.